بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والأخيرين حبيبنا محمد وعلى الله سبحانه وتعليق الأول حول مجزرة الطحين تعرفوا اسم مجزرة الطحين ها تعرفوا مجزرة الطحين ولا ماذا نعلق على مجزرة الطحين ان شاء الله أولا نعطيكم غير باش منطوش نعطيكم غير وما ذات أولا باش نربطو الخويط نطع الكريمة أولا في الوقت الذي تقوم به بعض الدول العربية بفتح جسور برية لمد الكيان المعتدي عدو الله تعالى المغتصب لأرض المباركة تدخل إليه من البر والجو ومن العالم كله جميع أنواع المساعدات والأموال كتعويضات لجرحاهم وليقتلاهم في نفس الوقت يحاصر هؤلاء بعد 17 سنة ويتآمر عليهم ولا يسمح أن يدخل إليهم شيء مش حال هذه قريب 145 يوم النتيجة باش مهية المجاعة زيد ربطوا الحجر على أكلوا الصبار وماتت شكوية اللي ماتت إن شاء الله كي يقولوها تقولوه لي وقولوه من الـ 17 العام للصورة أنت حغازها لا تكون شيء إلهام جوحة 17 سنة شتوم دين يبست بالمكي دايرة تشوفوها في تصويرها إلهام جوحة ذهبت إلى ربها لتسائل هذه الأمة بين يدي الله حل عينها وبيضة وكل شمشة الهلمة مات إلهام جوحة هذه غير وحدة هذه سب في جبيننا جميعا بعد ذلك لما حسوا زيد العداء بأن هؤلاء الذين انكشفوا بأنهم يقدمون كل شيء من الدعم لهؤلاء ومنعوا إخوانهم حتى لا تنكشف وقد انكشفت بالطفال أنهم متأمروا ودالوا أعطوهم واسمه قالوا قوموا بالطائرات وألقوا إليهم واسمه الطرود الغذائية من السماء ايوه فجاءت الطائرات وبدأت تلقي الطرود وشحال ترفض الطيارة وشحال وشحال عشرين طول ما كم لا اشتروا بعد يال شاحنة وجايبين يصوروا وكذا وكذا هذه الكمية وفين نرميوهم في البحر وثالثا من يرميوهم في البحر إن شاء الله تبارك و تعالى أعطوهم للشمال ولا فين مشاو مشاو الجانو الشمال اللي فيه المجاعة ما يوصلش الله أكبر الله أكبر هذا ذر للرماد في العيون هذا محاولة تجميل الوجه القبيح لنا نحن ثانيا هذا الأماكن اللي ترمي فيهم إن شاء الله تعالى الطيارة من الذي يحددهم من الذي يحددهم العادو قالوا الواحد واسمه هي الأماكن اللي غادي قال من مكان كذا حتى ما كان لي قالوا بأمري من العداء ما ارمعوا فيه ارمعوا فقط دخل الله والبارح ما العشياء نتعى الخميس من ينجوا وارميوا فين ارمعوا في الشمال فين ارمعوا في الحدود مع العدو فأخذه العدو يعني جابهم لنا في الطيارة ومنين مشاو يديوه للشمال فين ارمعوا على الحدود انت عغزة مع جنوب دولة المستخربة لأراضي المباركة ومنهم شاوم ساكن يجري واسمه دار لا لا هذو ما زال هذو واسمه هذو الدهم لا يحقوا لكم ان تخترقوا الحدود وإلا سطر مان مبارسة أما الشاحنات نتعى البارح اللي دخلت مع الصباح دخلت بعض الشاحنات لأول مرة وخبل دخول الشاحنات واسمه يقع قال أديان يريضهم وكذا وكذا فدخلت بعض الشاحنات إلى شمال غزة فلما سمع السكان خرج السكان المساكين بالآلاف فلما تجمعوا حول الشاحنة قصفوهم بالمدفعية شحال ديال الشهداء هي مية وخمسة ليه داروا هذي مية وخمسة ليه في المناء المساكين والشهداء وشحال والجرحة وشحال ألف وزيادة ولذلك قالوا أغلى كيس للطحين في العالم يساوي مية وخمسة شهيد والروح عندنا في الإسلام إذا قتلت خطاق سميت بعير إلا ضربتها ضربتها في مية وشحال ألف ومية وشحال مية ونفذين ألف بعير هذه شكرة على الدقيق مية ونفذين ألف بعير وشحال تعجرها ألف قل لي وشحال يدوى كل جريح ها الله ها الله ها الله أغلى كيس عقل أغلى كيس للطحين في العالم هو هناك في شمال غزة مش حال يساوي ها مية وخمسة شهيد وألف جريح هذه مسألة واقعة ما كان المشكلة والتي تعادية ياك هي ماشي عادية لكن اللي ماشي عادي كثير واسمه هو خرج زيد الجيش الصيوني على لسان ناطقي باسمه يقول واسمه واسمه نحن فقط وضعنا حدا لعشرة فقط أما الآخرين كانوا فاش ضحايا الازتحام يا واسمعت الله هل سمعتم أحد واستنكر هذا ها ها ثانيا بن غفير وزير الأمن الداخلي ماذا قال ماذا قال الجنود رجال وقاموا بعمل الرجولي وعلينا أن نكرمهم ونكرمهم تخيلوا معايا لو كان واحد مسلم يا عبد الله تخيلوا معايا انظروا إلى الذلة التي فيها الأمة الآن تصريحات زيد على عدك من عيني نحن نقوله نهارا جهارا ها هذي تسمى الإشادة باش بمن يمارس واسمه تلك كلمات الموجودة في القاموس انت على التوصيف ديال هذه الأعمال ما بقتش تكفي هذو مساكين هذو اسمه هذو وصلوا للمجاعة نخرجهم بنلغاولهم ونضربهم ها الله أنا ما غادي نعلقوا نقول على الله عرب ولا على المسؤولين ولا على الشعب ولا أنا أخلوني الآن نقول غير لي راكين غير وصفوا الوسائل باش تعرفوا اللعالم فرغادي ها ولذلك هاتي المسائل التي تقع هي التي ستؤثر في الأحداث القادمة لأنه هالأعداد انت عن الناس ينظرون خليني على الحكام راكين ينظروا الآن لأن كي يشوفوا ذلك الشيء اللي كان يقول عن المسلمين اللي هما إرهابيين هذو من إرهابيين لأن هذه تخيلوا لو كان المسلمين حروا فلسطين مع بقاء تلك النظرة التي زرعها عداء الله ما عمروا غادي تكون شي حاجة لأن العالم يتهيأ لأن وش تعرفوا باللي رف العالم كيتمنوا الآن زوال هذا الكيان ويتكلموا بها الآن حتى سياسيين حتى فنانين في العالم وكيقولوا هذا والعياذ وبالله لا ينبغى أن يبقى هذا السرطان هكذا يتحدثوا الآن انظروا إلى ما يهيئ ربك وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يقول أمثالكم استبدلنا لم نعود نصرح نحن هذه الفكرة الأولى اللي بغيت نقولها إن شاء الله تعالى في ما يسمى بمسجرة الطحين على مستوى آخر خلوني يقول لكم لي موحدة هذا كله يتم للضغط على من على من على المقاومة في ملف المفاوضات في القاهرة الآن أعداء الله يريدون تحقيقه ما لم يستطعوا تحقيقه بالنار يريدون أن يحققوه عن طريق الضغط على المقاومة في المفاوضات وفي آخر لقاء إسماعيل هانية وتحت الظلد لأن هذه الدويلة دويلة السيسي حاشاها مصر حاشاها مصر هذا السيسي هؤلاء الزباني ينتعوا يضغطون من أجل زيد أن تنهزم المقاومة مع كل هذه المكتسبات التي تحققتها زيد فأرادوا أن يضغطوا عليه ماذا قال هانية ماذا قال قال لهم ما لم تستطيعوا تحقيقه عن طريق المجابهة والمقاومة في الميدان لن تحلموا أبدا تحقيقه عن طريق المفاوضات اسمعوا أنا لست عرفات وقام وطاركهم وعاد إلى قطر والآن أصبحوا يتكلمون على ماذا على أن هذه العاصمة لم تعد صالحة ولم تعد وسيطا موضوعيا إنما هو منحاز للكيان كله والآن يفكر في أن تستبدل هذه العاصمة قال له خمشو الباريس وخندرها في اليونان خندرها في مريكا خندرها في أمريكا الجنوبية ولا هذا هذه كلمة حول إن شاء الله زجت عن نقط مجزرت دقيق زيد والضغط على المقاومة بهذا لكي تتنازل عن مكتسباتها وش حال من دقيقة هذا عشو